قبل ما اطلع الفاصل عايز اناوه بس عن قصة مهمة جداً يوم الاتنين عندي ملف مهم جداً واخبار مهمة جداً هتكلم فيها بخصوص التعارض اللي ما بين كأس الامم الافريقية وكأس العالم للانديه وعندنا تصريح مهم جداً صوت وصورة هيكون معانا في برنامج الترند لرئيس الاتحاد الافريقي باترس موتيبي اللي اتكلم كده في دقيقة مجازة عن هذه المشكلة ويوم الاتنين عندي تفاصيل ايه اللي هيحصل في هذا الملف والاجتماعات اللي هتتم الفترة اللي جاية لان بالمناسبة عايز اقولكم على خبر مهم جداً الاتحاد الدولي بدأ اجتماعاته بشكل رسمي مع الانديه المشاركة في كأس العالم للانديه ده ملف مهم جداً هتكلم فيه باستفاضة يوم الاتنين وعندي كمان مفجأة مدوية تخص التحكيم المصري عاقب كأس الامم الافريقية كل ده يوم الاتنين ولكن نخرج لفاصل ونرجع من الفاصل عندي كلام مهم جداً عن تفاصيل اقامة نهاية كأس مصر بين الاهل والزمالك في المملكة العربية السعودية